اشتركوا في القناة إلا ويأتيه أمر من أمور الدنيا فيه ماذا شدة ومحنة ومصيبة ومكدرات ومنقصات تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي لا بد أن يأتي عليك الابتلاة الاختبار من الله سبحانه وتعالى إما لرفعة الدرجات أو لتكفير من السيئات الأمراض المصائب الفقد العزيز النقص من الأموال من الثمرات تلك الأمراض كالكورونا والزلازل والبراكين كل ذلك من أمور الدنيا إنما هو من قدر الله سبحانه وتعالى ليس شرا علينا إنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يختبرنا أن ينظر إلى أحوالنا ولربما من الشداعد التي تأتي على الإنسان لربما ذلك الألم والكدر من أخلاقي الوالد أو الوالدة نعم لربما تستغربون من هذه الكلمة إخواني أخواتي لربما الإنسان يريد من الله سبحانه وتعالى أن تكون الأسرة عنده في جمال وفي طاعة وفي إقبال إلى الله سبحانه وتعالى لكن يقدر الله سبحانه وتعالى لأمر حكيم عنده أن يكون هناك خلال شدة في التعامل لربما كفر في الأبي أو الأم هل هذا الأمر وقع؟ نعم وقد جاءت فيها الأحاديث مثل حالة من؟ حالة كأبي هريرة ذلك الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنطلق معكم ابتداء لأقرر قضية مهمة جدا إخواني أخواتي قبل أن أدخل على القصة ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بقوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون لنقرر في أنفسنا أيها الأحباب الكرام عن هذه الوصايا الاجتماعية الربانية العظيمة المباركة ألا وهي أن هناك وصية من الله دلالة على أمر عظيم بوالديه بالأبي وبالأم ثم جاء التذكير بحال الأم والشدة التي جاءت عليها حملت أمه وهنا على وهن ضعف وتعب وكدر بل هناك من الأمهات تتمنى أنها لا تلد بعد ذلك فإذا جاء هذا الطفل وسعدت به تقول أريد الآخر وأريد الثالث والرابع والخمس لأنها ماذا بعد الشدة جاءتها تلك العبرات الجميلة والرحمات والحنان منها على ولدها والابتسامات الكريمة ثم الله سبحانه وتعالى يبين لنا عن حال الأبا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما لربما الأب أو الأم يأمر أو تأمر ابنها بعدم الصلاة بترك الحجاب ولربما بشرب الخمر ولربما بأكل الربا ولربما أن يكون زنديقا الإبن أو البنت ما الأمر الذي أتخذوا في هذه الحالة في هذه الشدة العظيمة من هذه القصة التي ذكرنا بها ربنا سبحانه وتعالى فلا تطعهما الأمر بكل هدوء ووضوح فلا تطعهما ثم ماذا أعمل بعد ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة مع ما هم فيه من سوء ومن قبح إلا أنك ماذا لا تأتي بالقبح منهم بقبح منك عليهم تتذكر ماذا البر والإحسان بالوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة لما هذا الأمر سأتكلم عنه لعلاقته الوثيقة بالقصة التي سأستردها عليكم أيها العب كرام بعد هذا الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم كنت أتكلم معكم أيها الأحباب الكرام عن مقدمة عظيمة مهمة جدا تعلمنا في حال الشدة في بيوتنا أن هناك قصة أوردها علينا ربنا سبحانه وتعالى في قضية لو كان الأم أو الأب في كفر في زندقة لا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويأمرون الإبن أو البنت بالشركة أو بالمعصية أو بالخطيئة ماذا يفعل فلا تطعهما ثم ماذا أعمل بعد ذلك هل أجلس في البيت هل أبرهما هل أحقق ما يطلبان من أمور الدنيا أقول نعم ما الدليل وصاحبهما في الدنيا معروفة بالمتعارف عليه ما الرابط بين هذا مع القصة التي بدأت معكم فيها مع قصة عن قصة أبي هريرة مع أمه هذا الصحابية الكريمة الذي أسلم في السنة السابعة كما تأتي بعض الروايات وقيل قبل ذلك وقال بعضهم بعد ذلك أمه كانت على الكفر أمه لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى وكانت ماذا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتشتمه وتقبح عليه القول وعلى الكلام فما كان من هذا الصحابي إلا أنه كان يتألم ألم شديد جدا من هذا الأمر الذي تفعله شدة محنة ابتلاء من أحب الناس إليه على أحب الناس وأحبهم على الإطلاق وهو النبي عليه صلى الله عليه وسلم من أمه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسمعته ذات يوم أمرا يكرهه بشدة فيقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي فقال يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فماذا فعلت هذه الأم فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة أمر عجيب هنا شدة وهنا الرحمة هنا القسوة والفضاضة وهنا الشفقة والرفق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو هريرة خارج كما يقول مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فصرت إلى باب بيتي فوجدت أمي تقول انتظر على رسلك على مهلك فما كان منها إلا أنها أسمع خذخضة الماء لأنها تغتسل وتتطهر ثم بعد ذلك تنطق بالشهادتين وتأتي بهذا الأمر للدخول إلى الإسلام فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هل تتوقف أو تفتر أقول لا هل يأتي عليك الكلل والملل والتنقص والتسقط من حال الوالدين لو كان الأب على الوثنية لا يصلي يعاقر الخمر يفعل ما يفعل من المعاصي هل تقول والله حسابه إلى الله وأنا أترك البيت وأنفر وأشرد وعيش لوحدي أقول لا لنا في هذه القصة هذا المثل أنه كان كل يوم يدعوها ويسمع منها ما يسوءه على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص ومع هذا كان يرتجي من الله أنه ماذا ببركة الدعاء والدعاء لها والنصيعة أنها تتغير وتحقق الأمر متى؟ بعد زمن فلابد بعد الشدة أن يأتي الفرج لابد بعد الاختبار أن يأتي الأمر الطيب من الله سبحانه وتعالى فلا تيأسوا إخواني أخواتي لابد من الليل أن ينجلي ولابد من الشدة أن يأتي عليها الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمورنا وأن يبعد عننا الأمراض وأن يسعدنا في بلدنا وسائر البلدان أنه لذلك والقادر عليه في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر